بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وابنتنا طلبة وطالبات الصف الثالث صناعي قسم تشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودرس جديد ومادة التفريز والتجليخ في الحلقة اللي فاتت كنا عرفنا يعني إيه هي الفريزة الأفقية العامة وإيه هي استخدامتها وإيه هي طرق عمليات التفريز اللي كانت محيط الأعلى ومحيط الأسفل وعرفنا إزاي بنسبت السكينة النهاردة عندنا درس مهم جدا الدرس ده عبارة عن كل المفاهيم الأساسية اللي ممكن نستخدمها في عمليات التفريز زي سرعة القطع وعمق القطع والتغذية بس قبل ما نتكلم عن سرعة القطع وعمق القطع والتغذية لازم تكون عارف حتثبت المشغولة ازاي طب حسبت المشغولة ازاي حسبت المشغولة عندي أكيد حتكون عن طريق ايه حتكون عن طريق المنجلة والمنجلة اللي أنا حستخدمها فيه عملية التثبيت لازم حتكون بتراعي عملية التثبيت الجيد للمشغولة يعني الشغلة اللي حكون استوانية غير الشغلة اللي حكون مضلعة غير الشغلة اللي أنا حكون عايزها تكون ميلة غير الشغلة اللي أنا عايز أعمل فيها ميل على الأفقي وميل على الرأسي طب تعالوا نشوف مع بعض كده طرق تثبيت المشغولات من طرق تثبيت المشغولات عندنا في التثبيت بقدر أن أنا أعمل عملية التثبيت بإيه؟ بالمنجلة أو الملزمة يعني غير الدورة ودي هتكون للمشغولات الإيه البسيطة يبقى المنجلة أو الملزمة البسيطة دي اللي هي غير دورة بتستخدم لربط المشغولات البسيطة والتي لا تحتاج إلى زاوية انحراف هنا هتبقى الشغلة موجودة ما بين الفكين عندي فك سابت وفك متحرك وعندي عمود أول مبدأ ألف في العمود ده هتبدأ الإيه الفك المتحرك يخش يربط على الإيه على الشغل طيب تاني نوع من الأنواع المنجلة أو الملزمة الدورة لو تلاحظ عندي هنا المنجلة برضو عندي هنا فك سابت وفك متحرك لو أنا حطيت الشغلة هنا وبدأت ألف اليد دي أو الزراع ده هتبدأ يتحرك الفك المتحرك ويربط على الشغلة بس خلي بالك المنجلة دي أنا أقدر أرفحها الفوق والتحت يعني أخد بها زاوية ميل زائد أننا كمان ممكن أعمل لها عملية دوران حوالين مركزها يبقى هتديني كذا ميل في كذا اتجاه يبقى هنا بتستخدم لربط المشغولات التي سطحها يحتاج إلى زاوية إيه زاوية انحراف أثناء عملية القطع طيب تالت نوع عندي المنجلة أو الملزمة الجامعة للأغراض يعني ممكن نعمل بها حاجات كتير المنجلة أو الملزمة دي بتستخدم في المشغولات الصغيرة التي سبق تسوية سطحها ليه؟ علشان السطح لما يبقى مستوي حيقدر الفك ده والفك ده يلمسوا الشغلة فأقدر أعمل بها عملية رابط وطبعا زي ما أنتم شايفين هنا ليها درجات عشان أقدر أعمل عمليات الإيه؟ عشان أقدر أعمل عمليات الإيمالة في أي زاوية أنا محتاجة طيب الشروط الواجب توافرها لكي تظل سكنة الفريزة بحالة جيدة إيه هي الشروط؟ أن تكون استدارتها تمة نمرة 2 أن تكون متمركزة الدوران رقم 3 أن تكون حدة القواطع حنيجي بعد كده نتكلم عن المفاهيم الأساسية المفاهيم الأساسية عندي عندي مجموعة من المفاهيم الأساسية لازم المفاهيم دي أكون عارف معناها ليه أكون عارف معناها؟ لأن المفاهيم دي بتأثر على بعض يعني مثلا عندي حاجة اسمها عمق القطعة وعندي حاجة اسمها سرعة القطعة وعندي حاجة اسمها التغذية لازم تبقى عارف معنا كل واحدة من دول لأنها بتأثر على التانية عمق القطع يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي شغلة وعندي سكينة والسكينة دي بتبدأ وهي بتلف بتشيل جزء من الشغلة السمك اللي بتشيله السكينة ده اللي هو سمك الرايش هو ده اللي بنقول عليه عمق القطعة يبقى عمق القطعة ممكن أقول عليه معنيين المعنى الأول هو مقدار سمك الرايش اللي بيتزال في كل وش المعنى التاني إن أنا أقول إن عمق القطعة ده المسافة اللي بتتغلغلها السكينة داخل الشغلة يبقى عمق القطعة هو المسافة اللي بتتغلغلها السكينة داخل الشغلة أو سمك الرايش المزال في كل وش طب تاني حاجة هي ايه تاني حاجة هي سرعة القطع بس اوعى تفتكر ان سرعة القطع هي اللفات بتاعت السكينة سريعة ولا بطيقة لا السكينة بتلف والشغلة كمان بتتحرك فبيبدأوا اللي اتنين يأكلوا في بعض طب انا ايه سرعة القطع على مين على الشغلة ولا على السكينة اقولك لا الشغلة ولا السكينة بس تقدر تقسها على الجزء اللي بيتزال من الشغلة ازاي يعني تقدر تقولي الرايش اللي تزال ده لو احنا جبنا حتة من الرايش ده المعدن اللي تشال وقسناها وقلنا انها زالت عشرة ملي متر في الدقيقة يبقى هي دي سرعة القطع يبقى سرعة القطع هي طول الرايش المقطوع في الايه في الدقيقة ونقدر احسبها كمان من خلال عدد لفات السكينة وحنشوف طريقة الحساب يبقى انا قلت يا ايه هو عمق القطع هو سمك الرايش المزال في كل وش او ان عمق القطع ده هو المسافة اللي بتتغلغلها السكينة داخل الشغلة بعد كده قلت ان سرعة القطع هي طول الرايش المقطوع في الدقيقة رقم 3 عايزك تعرف ان في حاجة اسمها التغذية التغذية اللي هي ايه؟ المسافة اللي بتتحركها الشغلة مع كل لفة من لفات السكينة يبقى انا دلوقتي كلمة التغذية هي المسافة الخطية اللي بتتحركها الشغلة بعد كل لفة من لفات السكينة وأقدر أحسب التغذية دي وقل عليها تغذية لكل لفة لأننا قلت المسافة مع اللفة وأقدر أقول التغذية دي تغذية لكل سنة ليه؟ لأننا ممكن أكون بتحرك كده بعد عشر سنات ما يتحركوا يبقى اسمها تغذية لكل سنة وأقدر أقول برضو تغذية لكل دقيقة طب مستر محمد أنت في الأول قلت لي إن المفاهيم الأساسية دي كلها مرتبطة ببعض يعني إيه مرتبطة ببعض؟ هقول لك يعني إيه مرتبطة ببعض؟ يعني أنا دلوقتي السكينة دي لو الشغلة بتاعتي معدنها صلب جدا هل أنت حتقدر تخلي السكينة دي بتلف بسرعة عالية؟ أكيد لا هل حتقدر تخلي التغذية سريعة؟ لا هل حتقدر وهي صلبة جدا حتقدر تاخد عمق قطع كبير؟ أكيد لا يبقى عمق القطع لو كبير تبقى التغذية قليلة لو عمق القطع قليل تبقى التغذية كبيرة لو التغذية بتاعتي كبيرة يعني بحرك الشغلة كده بسرعة يبقى لازم السكينة تكون بتحرك بالراحة لو التغذية بتاعتي قليلة يبقى ممكن أحرك الشغلة استنى 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 مستر محمد انت عملت أقول لي تغذية وعمق قطع وسرعة قطع لو دي زادت دي تقل لو دي قلت دي تزيد آه ما كلهم بيأثروا على بعض حل بالك أن السكينة والشغلة بيعملوا عمق القطع وسرعة القطع والتغذية متضمنين مع بعض يبقى لو في أي حاجة زيادة من دول هيحصل إيه؟ هيحصل تلف للسكينة هيحصل تلف للشغلة يبقى أنا عندي عمق القطع سرعة القطع عندي التغذية وتحط معاهم كمان إيه؟ تحط معاهم نوع معدن الشغلة ونوع معدن السكينة تعالى نقول الخمسة دول مع بعض عشان أقولك على حاجة كويسة جدا تقدر تجاوب بيها أي سؤال يجيلك سرعة القطع عمق القطع التغذية نوع معدن الشغلة نوع معدن أداة القطع بتقولي دولي يا مستر محمد عشان لما أقولك إيه العوامل اللي بتوقف عليها سرعة القطع شيل سرعة القطع وقولي الباقي لما أقولك إيه العوامل اللي بتوقف عليها عمق القطع شيل عمق القطع وقولي الباقي لما أقولك العوامل اللي توقف عليها التغذية شيلي التغذية وقولي إيه الباقي عشان كده أقولتلك إن المفاهيم الأساسية دي فيها مجموعة من العوامل لازم أكون دارسها وعارف تأثيرها على بعض علشان أقدر أعمل إيه؟ علشان أقدر أعمل عمليات التفريز بتاعتي اللي أنا محتاجها بكفاءة وبجودة عالية تعالوا كده نشوف مع بعض إيه هي المفاهيم الأساسية المفاهيم الأساسية أول حاجة من المفاهيم الأساسية عندي سرعة القطع وسرعة القطع عندي حقول إن هي طول الريش المقطوع في الدقيقة وبما إن اسمها سرعة يبقى أكيد حدر مزلها بالرمزعين يبقى أنا دلوقتي سرعة القطع دي هي طول الريش المقطوع في الدقيقة زي بالضبط اللي كنا بنعملها في عملية الخراطة وتبقى هي المسافة المحيطية لنقطة تتحرك على محيط إيه؟ سكينة الفريزة وبتدور بعدد لفات في الدقيقة يبقى السكينة بتدور بعدد لفات في الدقيقة ولكن أنا هحسب سرعة القطع من طول الريش المقطوع في الدقيقة طب إيه هي العوامل اللي بتتوقف عليها سرعة القطع؟ افتكر الخمسة اللي أنا قلتهم لك زود عليهم بقى قطر السكينة وقوس المماس وهكذا العوامل اللي بتوقف عليها سرعة القطع رقم واحد قطر السكينة رقم اتنين نوع معدن السكينة لو المعدن صلب قوي حيقدر يأكل في الشغلة كويس جدا لو المعدن بتاع السكينة ما هوش صلب قوي يبقى مش هيأكل اللي في مشغولات معدنها طري رقم ثلاثة نوع معدن الشغلة نوع معدن الشغلة لو طري حشتغل بسرعة قطع كبيرة لو نوع معدن الشغلة ناشف صلب يبقى حشتغل بسرعة قطع قليلة رقم اربعة العمق المراد إزالته اللي هو عمق القطع يبقى لو عمق القطع كبير حشتغل بسرعة قليلة لو عمق القطع قليل حشتغل بسرعة كبيرة رقم خمسة نوع سائل التبريد وسائل التبريد ده اللي أنا بستخدمه في عملية إزالة الحرارة لأن ارتفاع درجة الحرارة مع وجود الاحتكاك اللي ما بين السكينة وما بين الشغلة حيقدي إلى تلف السكينة وتغير أبعاد الأيه؟ أبعاد الشغلة نمرة ستة قطر مقطع الأيه؟ قطر مقطع الفريزة طيب سرعة القطع هي سرعة محطية لو نفترضنا أننا دلوقتي عايز أحسب سرعة فحبص لحدود القطع بتاعة الايه؟ السكينة يبقى سرعة القطع اللي هي السرعة بتاعة حدود الحد القطع حنسميها عين بما أن نسميها سرعة يبقى اختصارها عين وبعد كده لما أجح سبها هقول أن العين دي بتساوي طه قاف نون على ألف الطه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي 22 على 7 أو لو حسبناهم يطلعوا 13 و 14 من 100 تقريبا القاف اللي هي قطر السكينة والنون اللي هي عدد لفات السكينة طب أنت ليه أسم على ألف يا مستر محمد؟ أنا أسم على ألف لأنه بيديني القطر بالملي متر فأنا بأسم الملي متر على ألف علشان يديني متر وبالتالي يبقى سرعة القطع بتقاس بالمتر بتتحسب عن طريق أن أقول طه قاف نون طه النسبة التقريبية 22 على 7 أو 13 من 100 القاف قطر السكينة والنون عدد لفاتها وكل ده بيسوي متر لكل إيه؟ متر لكل دقيق قاف قطر السكينة نون عدد اللفات طيب تعال كده مع بعض بيقول لي كم تكون سرعة القطع لسكينة فريزة طيب سرعة القطع دي لسكينة فريزة قطرها 125 ملي متر وسرعة دورانها 58 لفة لكل دقيق طم نعمل هامش وأقول بيقول لي كم تكون سرعة القطع يبقى عين بتسوي كم لقطرها يبقى قاف بتسوي 125 ملي متر وسرعة دورانها يعني نون بتسوي 58 وخمسين لفة لكل دقيق تعال نجيب القانون اللي احنا كنا لسه كاتبينه إن عين بتسوي طه قاف نون على إيه؟ على ألف حاجيب نفس القانون واشيل الطه وحط 3 و14 من مية أشيل القاف وحط ما كانها 125 أشيل النون وحط ما كانها 8 وإيه؟ 58 يبقى هو الطه بـ 3 و14 من مية القاف من هنا من المعطيات بـ 125 النون بـ 58 كل ده على ألف يبقى الناتج بتاعي بيساوي 22.8 من 10 متر لكل دقيقة طيب تعال نروح لحاجة تانية من المفاهيم الأساسية حاجة اسمها سرعة التغذية والتغذية بتاعتي هي المسافة التي تتقدمها الشغلة المسافة اللي بتتحركها الشغلة امتى بقى؟ في اتجاه الحد القاطع خلال دقيقة وحدة وممكن أقول خلال دقيقة وممكن أقول خلال كل لفة وممكن أقول خلال كل سنة بعد كل سنة يبقى إذن دلوقتي هي المسافة التي تتقدمها الشغلة في اتجاه الحد القاطع خلال دقيقة وحدة وهي إما أن تكون في اتجاه محور المنددة أو عمودي على اتجاه محور المنددة طيب تعال كده العوامل اللي بتتوقف عليها التغذية فاكر الخمسة اللي أنا قلت لك عليهم آه لازم تبقى حافظهم لأن أنت حتكررهم مع بعض العوامل اللي توقف عليها التغذية نوع معدن المشغولة رقم 2 عمق القطع رقم 3 عرض القطع رقم 4 نوع معدن السكينة خلي بالك أنا قلت تغذية يبقى نوع معدن الشغلة لو الشغلة صلبة جدا ونشفة جدا يبقى لازم سرعة التغذية تكون قليلة لو المشغولة بتاعتي طرية يبقى سرعة التغذية تكون كبيرة عمق القطع لو الشغلة صلبة يبقى عمق القطع كبير يبقى التغذية بتاعتي تكون قليلة لو عمق القطع قليل تبقى التغذية بتاعتي سريعة نوع معدن السكينة لو السكينة بتاعتي صلبة قوي يبقى التغذية بتاعتي تكون كبيرة لو السكينة بتاعتي صلبتها قليلة يبقى التغذية فيها تكون ايه تكون قليلة طيب تعال كده بيقولك بقى من العوامل كمان قطر السكينة وحالة المكينة لان المكينة لو بحالة جيدة وجديدة اكيد حقدر اشيل فيها بسرعة كبيرة بسرعة تغذية كبيرة انما لو كانت المكينة ضعيفة مش حقدر اشتغل بسرعة تغذية كبيرة نمر سبعة درجة تشطيب المطلوبة لأن انت لما بيكون درجة التشطيب بتاعتك عايزها بنعومة عالية بجودة عالية يبقى انت لازم تعمل سرعة تغذية معينة ولو كانت خشنة يبقى لازم تغير سرعة الايه سرعة التغذية واستعمال سائل التبريد اللي بيعمل عملية التبريد عشان يحافظ على شكل الشغل يبقى من العوامل اللي بتأثر على سرعة التغذية عمق القطع سرعة القطع نوع معدن الشغلة نوع معدن أداة القطع حالة المكينة وقطر السكينة ودرجة التشطيب واستعمال سائل الايه سائل التبريد طب انواع التغذية انا قلتلك ان انت ممكن تقول ان التغذية دي تغذية لكل دقيقة او ملي متر لكل دقيقة او متر لكل دقيقة ولكن ممكن تحسبها عب اللفة وممكن تحسبها لكل سنة يبقى نمر واحد من طرق حساب التغذية حقول انها تغذية لكل سنة فنكتبته لكل سنة رقم اتنين تغذية لكل لفة يبقى تهل كل لفة رقم تلاتة تغذية لكل دقيقة يبقى انا بحسب المسافة اللي انا بعمل لها تغذية مع الزمن هنا كنت بحسب المسافة مع السنة وهنا كنت بحسب المسافة مع العدد اللفات لكل لفة وهنا حسبتها لكل ايه لكل دقيقة طبعا أنا عندي تغذية لكل سنة ودي المسافة اللي بتتقدمها الشغلة بعد كل سنة أو في اتجاه السكينة مع كل إيه؟ مع كل سنة ووحدتها ملي متر لكل سنة عندي تغذية لكل لفة وحتكون دي المسافة اللي بتتقدمها الشغلة بعد إيه؟ في اتجاه السكينة بعد كل لفة ووحدتها ملي متر لكل إيه؟ لكل لفة ودي بتكون تغذية لكل سنة في عدد الأسنان يعني اللي فاتت اللي هي تغذية لكل سنة لو أنا ضربتها في عدد الأسنان فأنا بالتالي هحسبها كده هحولها بدل ما هي تغذية لكل سنة هتبقى تغذية لكل إيه؟ تغذية لكل لف تغذية لكل دقيق يبقى دي المسافة ما هو أنا كنت أقال إن تغذية للمسافة اللي بتتحركها الشغلة لو قلت بتتحركها الشغلة مع كل سنة يبقى تغذية لكل سن بتتحركها الشغلة في وقت معين تبقى تغذية لكل دقيقة بتتحركها مع كل لفة يبقى تخزيها لكل لفة يبقى المسافة اللي بتتحركها الشغلة دي الكل دقيق اللي بتتحركها الشغلة في اتجاه السكينة خلال دقيقة ووحدتها ملي متر لكل إيه؟ ملي متر لكل دقيقة تعالى بعد كده نعرف يعني إيه عمق القطع مسلتها لك على إيدي من شوية وقلت لك إن عمق القطع ده المسافة اللي بتتغلغالها السكينة داخل الشغلة أو تقدر تقول عليها إنها سمك الرايش المزال في كل وش من أوشش القطع أو مشاوير القطع يبقى أنا عمق القطع بتاعي هو السمك المعدن المراد إزالته في وش واحد بواسطة السكينة وعندما يكون السمك المراد إزالته أكبر من عمق القطع فيتم إزالته في عدة إيه؟ أوشش تعالوا كده نرجع لبعض في الموضوع ده تاني نفترض إن أنا هنا عايز أعمل شغلة الشغلة دي عايز أعمل فيها مجرى زي اللي موجودة دي كده المجرى دي عمقها مثلا كده عشرة ملي أنا سكينة الفريزة بتاعتي تقدر تاكل في الوش الواحد اتنين ملي الوش الواحد اللي أنا بنزله وبزيله من جوه الشغلة ده ده اسمه إيه؟ ده اسمه عمق القطع بس عمق القطع ده بيبقى في الوش الواحد يعني معنا كده إن السكينة مش هتقدر تزيلها لتنين ملي وبالتالي أنا عايز أشيل هنا عشرة ملي فعمل إيه؟ أقول إن أنا هزيل اتنين وارجع وزيل كمان اتنين وارجع وزيل كمان اتنين وزيل كمان اتنين يبقى أنا كده هاخدهم على خمس مراحل يا خمس مراحل دول ما بنقولش عليهم مراحل بنقول عليهم خمس مشاوير قطع أو خمس أوشش قطع تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عارف إن عمق القطع ده بيبقى عمق القطع في وش واحد ولكن إذا كان السمك المراد إيه زلته أكبر من عمق القطع ده يبقى أنا حزيله في عدة أوشش أو عدة مشاوير تعالوا نستكمل مع بعض كده المفاهيم الأساسية اللي احنا بنشتغل بيها يبقى أنا دلوقتي عمق القطع هو السمك المراد إيه زلته في وش واحد بوسطة السكينة وعندما يكون السمك المراد إيه زلته أكبر من عمق القطع المحدد فيتم إيه زلته على عدة إيه عدة أوشش أو عدة مشاوير طيب أنا دلوقتي اللي موجود قدامي ده سنة السكينة السنة دي موجود واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا بشكل دائري على محيط الدائرة عشان كده اسمها سكينة بأسنان أو أسنان السكينة السنة دي أولاد لها مجموعة من الزوايا هم ثلاث زوايا دي الزاوية اللي موجودة هنا دي دي زاوية اسمها زاوية الجرف لأن السكينة ويبتتحرك للأمام كده بتزيل معدن من هنا إنما الزاوية اللي موجودة في الخلف دي اسمها زاوية الخلوص ودي اسمها زاوية السن بس عايزك تعرف حاجة شايف الخط الرأسي ده ده كده يعتبر محور السكينة إنما الخط ده ده خط بيمس وجه السنة إنما الخط ده بيمس وجه السنة الخلفي يبقى ده خط بيمس وجه السنة الأمامي وده بيمس وجه السنة الخلفي يبقى أنا لو جيت أعرف يعني إيه زاوية جرف اللي هي الزاوية دي أقول يا الزاوية المحصورة ما بين الخط المماس للوجه السنة ومحور السكينة طب والزاوية دي اللي هي زاوية الخلوص اللي هي وظفتها أساساً إنها تقلل لإحتكاك الزاوية دي محصورة ما بين الخط المماس لوجه السنة الخلفي والخط اللي بيمس السكينة أو عمودي على محور السكينة ده المحور والخط ده عمودي عليه يبقى زاوية الجرف يا الزاوية المحصورة ما بين الخط المماس لوجه السنة ومحور السكينة زاوية الخلوص يا الزاوية المحصورة ما بين الخط المماس لوجه السنة الخلفي والخط العمودي على محور السكينة إنما الزاوية اللي في النص دي اسمها زاوية السن ويبقى تعرفها هي الزاوية المحصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الخلوص تعال نتعرف على الثلاث زاوية دول زاوية الخلوص لي الزاوية اللي في الآخر هنا ودي وظيفتها تقليل الاحتكاك وهي الزاوية المحصورة ما بين الخط العمودي الخط ده كده عمودي على المحور ده على المستوى المحوري المار بحد القطع والمماثل حفة السكينة ويبقى دي اسمها زاوية الخلوص وتكون دي بتتراوح ما بين 7 و 12 درجة عشان تعمل تقليل الاحتكاك عشان السنة هنا ما تحتكش بسطح الشغلة طيب الزاوية الثانية اسمها زاوية الجرف اللي اللي موجودة هنا ودي اللي بتزيل المعدن وزاوية الجرف دي الزاوية المحصورة ما بين المستوى المحوري ده كده محور السكينة وإيه كمان والخط المار طبعا ده المستوى المحوري بيمر بمركز السكينة إنما الخط ده الخط المماث لوجه الايه المماث لوجه السنة الخط ده بيمس وجه السنة وده بيعدي بمركز السكينة يبقى الزاوية دي اسمها زاوية الجرف وبتكون زاوية الجرف موجبة أو سالبة يعني بالزيادة أو بالنقصان على حسب نوع المعدن المعدن طري يبقى المعدن ده ايه نعمل له زاوية جرف كبيرة المعدن ناشف نعمل له زاوية جرف قليل تالت نوع اللي هي زاوية السن اللي هي الزاوية اللي موجودة هنا وهي الزاوية المحصورة ما بين الحفة بتاعت الوجه والإيه بتعتمد طبعا هي محصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الإيه الخلوص وهي موجودة هنا وطبعا الزاوية دي كمان بتكبر لما زاوية الجرف تقل وبتقل لما زاوية الجرف بتكبر يبقى هي بتعتمد على الزوايا المختلفة لما يكون ده شكل السكينة عندي بقى هنا المسافة اللي ما بين كل سنة وسنة نسميها حيز الرايش ونسمي الوجه اللي قدام ده اللي هو زي ده كده نسميه وجه السنة وده الحرف ده اللي هو السن الخط ده يبقى ده اسمه الحد القاطع يبقى أنا لازم أخلي بالي من كل جزء من أجزاء السكينة يبقى نمر واحد وجه السنة هو السطح المقابل للرايش شايف السطح ده السطح ده هو اللي بيقابل للرايش يبقى اسمه وجه الايه وجه السنة والسطح المقابل للرايش أثناء عملية القاطع رقم اتنين حيز الرايش اللي هي المسافة ما بين السنتين يبقى أنا حقوله والفراغ الواقع بين خلف السنة ووجه السنة التي تليها دي سنة الخلف بتاعها ووجه اللي وراه طيب تعال نكمل الأجزاء الحفة هي السطح الذي يوجد خلف الحد الايه القاطع شايف انت السطح اللي ورا ده الخط ده هو ده الحد القاطع اللي ورا ده هو ده اسمه الحفة وبيكون طبعا مجلخ معموله عملية تجليخ علشان نعمل زاوية الخلوص عشان نقلل الاحتكاك رقم اربعة حد القاطع اللي هو الخط اللي موجود عندي ده اللي هو الحد ده اللي هيشيل جزء من الشغلة هنا يبقى الحد القاطع بيتكون نتيجة لتقاطع الوجه مع الحفة طيب المعادن والمواد اللي بتصنع منها سككين الفرائز لازم تبقى عارف ان المعادن اللي بتصنع منها سككين الفرائز دي المعادن دي كلها بتشبه المعادن اللي موجودة عندك في أدوات القاطع المختلفة زي اللي كانت في المخرطة وزي المقشط المعادن دي تبدأ بالصلب الكربوني بعد كده صلب السريع القاطع اللي هو صلب السرعات العالية بعد كده الكربيدات الملبدة السيراميك اللي هو المعادن الخزافية اللي هو معدن السيراميك والماس صلب كربوني صلب السرعات العالية اللي هو سريع القاطع انت بقى عارف ان كل واحدة من دول بتختلف عن التانية في ايه ان الصلب الكربوني هو صلب فيه نسبة كربون وعملنا له عملية تطريق في أقسام الحداد ولكن لما جينا نعمل صلب سرعات عالية أو كربيدات ملبدة أو صلب سبائكي خدنا بلده الصلب الكربوني وأضفنا عليه سبائك تانية عشان يعمل عملية القطع بسرعات عالية أضفنا عليه سبائك تانية علشان نعمل عملية القطع بعمق قطع ويه بسرعة عالية طب تعالوا كده نشوف كل نوع من الأنواع دي هتتكون من إيه المواد اللي بتصنع منها سككين الفريز الصلب الكربوني، الصلب السبائكي، الصلب السريع القطع نمر 4 السيراميك اللي هو المعدن الخزفي نمر 5 الكربيدات الملبدة، نمر 6 طبعا الماس وده أصلد المعدن الصلب الكربوني وده بيستخدم في سككين بالأقطار الصغيرة ولكن من عيوبها فقدها لخوصها بعد كده عندي الصلب السبائكي وده عبارة عن مجموعة من السبائك اللي بنضفها عشان نعمل عليها قطع بسرعات عالية وبيتحمل درجة حرارة في حدود 250 درجة وبعد كده عندي الصلب السبائكي ده بستخدمه في الحرارة العالية وفي السرعات العالية وفي التغذية العالية بعد كده عندي المعادن الخزفية اللي بتقطع عندي في الظهر والبرونز وده بتتحمل لحد 1200 درجة درجة مقوية زي الكربدات الملبدة بعد كده عندي في الكربدات دي إنها بتتميز عن الصلب السريع القطع بصلادتها ومقاومتها للتآكل ما بين درجة حرارة 800 إلى ألف وبتصنع من التنجستاين والتيتانيوم بكده أبقى أنا خدت الزوايا بتاعة حدود القطع خدت أجزاء السكينة وعرفت كمان إيه هي المواد اللي بتصنع منها سككين الفريز طب عايز تعمل الحسابات الفنية اللي بنطلع بها التروس يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة إلى أن نراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته